اعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بدأ عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية او التأثير على امن الطاقة وانها مارست اعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحثيين على المنشآت النفطية وافاد التحالف بان قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة وان العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق اهدافها واضاف التحالف ان هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الامداد وان على الحثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الاولى